ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الياباني فوميو كيشيدا أعمال منتدى رجال الأعمال المصري الياباني بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالبلدين وخلال المنتدى أعراب مدبولي عن تقديره لما تقدم الحكومة اليابانية من دعم لتعزيز العلاقات بين البلدين مشيرا إلى أن محفظة التعاون بين مصر و اليابان شهدت نموا مضطردا خلال السنوات الأخيرة وقد بلغ إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية 3 مليارات دولار لتنفيذ أكثر من 18 مشروعا على رأسها مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمتر الأنفاق والمتحف المصري الكبير والجامعة المصرية اليابانية ومشروع المدارس المصرية اليابانية وكذا مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعية أبو الريش ومشروع تحديث مطار برج العرب ترجمة نانسي قنقر